شخصيته الحقيقية بتبتدي تظهر لو حس انك واقف ضد مصلحته او لو فهم انك قدرت تفهم شخصيته الحقيقية وبما انك فهمت شخصيته الحقيقية فهو مش هيسيبك تعدي كده في حياته بسلامة هو هيوريك شخصيته دي لكن عليك انت شعور العظمة عنده عالي جدا ممكن يعمل اي حاجة عشان خاطر نفسه مهما كانت الوسيلة المستخدمة عنده فكرة التهور والاندفاع دي عالية جدا ومستعد يعمل اي حاجة عشان خاطر فكرة مجنونة في دماغه عدم قدرته على تحمل المسئولية عالية جدا عدم قدرة رهيبة على التحكم في النفس يعني اي رغبة بتخطر على باله لازم ينفذها طالما هو شايف ان هي مناسبة العامل الوراثي مؤثر جدا لكن العامل البيئي زي الصدمات النفسية والرفض والإساءة كمان ممكن تقاول الصفات دي جدا جواه مش اول ما نشوف صفة ظهرة مثلا على شخص فنقول ان الشخص ده ضمن الشخصية دي لكن ده بيعتمد على كام صفة من الصفات دي متوفرة في الشخص ده وهل هو ظاهر فيه كل أعراض الشخصية دي ولا ظاهر مثلا نسبة ففي الحالة دي ممكن تتعامل معي اما في الحالة التانية لو الشخصية دي متوفر فيها كل الصفات دي فطبعا هنا استحالة التعامل معي لأنه أصلا مريض ومشيء